قنا بردن نيرواي أفغاني بخاك جمهورية إسلامية إيران مرغمة على الانسحاب بأوامر طالبان تنسحب القوات الأفغانية بعتادها العسكري أمريكي الصنخ يقول النشطون إن وجهة الأليات العسكرية صوب الحدود الأفغانية الإيرانية فراغ قد يغير وجهة نظر إيران تجاه طالبان تماما كما هو تكتيك السياسات التي تحاول من خلالها طهران أن تبدي مغازلة لطالبان ولو على أقل تقدير في ضمان تحالفات جديدة في المنطقة تفسير لتصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نشرته وسائل إعلام عالمية لما أورده من تأكيد طهران أن طالبان جزء من النسيج الأفغاني حدث هذا من قبل عندما صنعت إيران علاقاتها الوطيدة مع طالبان بتوفير الدعم لها إبان المواجهة مع الأمريكيين لذا قد ضمرت عشاءها الاستراتيجي على أقل تقديره يحدث كل هذا في غياب الصورة الأمريكية الواضحة من مآلات الأحداث المتسارعة من تسليم سلس للسلطة في كابل بين يد القوات الطلبانية فيما تتأخر ساعة الاستقرار في المنطقة برمتها سيما العراق الذي يوجه خيارين معروفين فيما قبل إما الانسحاب الذي سيخدم التدخل الإيراني في البلاد أو التعاون الأمريكي التدريبي لصناعة الاستقرار في العراق وفي الخيارين هناك اتفاق مطلق بعد أحداث أفغانستان التي ربما ستثمر عنها فوضى بين الجيش الأفغاني وقوات طالبان وتسريبات ترى دعما إيرانيا لميليشيات مثل الهزارة في قلب أفغانستان ما يضع واشنطن أمام تحديات صعبة في المرحلة المقبلة وإعادة الحسابات قبل فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر